اليوم جئنا نمتضي جواد العلم ونرسم الابتسامة على الوجه ونشهر لشموع الفكر ونملأ الدنيا علوم ومعارف وكلمات مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السابعة مساء معنا سيادة المستشار والإعلام الدولي الأستاذ الدكتور صار الشيخ أهلاً بحضرتك أفرنت يا مرحباً هلا وغلى يا مرحباً ومسهلة في البداية حابب أسألك عن مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن نعم الروحة الرياضية لالة تهصوب شايف إزاي نقدر نطبق الكلام دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أتشرف بوجودي معاكم في قناة الصحة والجمال تشرف تنا أكثر وأتشرف بك إعلامي متميز ومقدم برامج ماشاء الله ذات كرزمة إعلامية الله ييسر أمرك إن شاء الله يوفقك بإذن الله أول شيء طبعاً مصر بتشهد حالياً ملحمة قروية على أعلى مستوى إنزين بارك الله فيك الحين مصر بتشهد نهضة لم يثبق لها مثيل في كل المجالات وحالياً طبعاً بالنسبة للرياضة فيه اهتمام كبير جداً جداً بوزارة الشباب والرياضة من قبل ساعة الوزير أشرف صبحي أعطي العافية بيحاولوا على جد ما يقدروا يعملوا وعي ثقافي للشعب طيب أن تبعد عن ظاهرة التعصب، التنمر، إنزين خصوصاً أنه يعني النهاية جاي بين الأهل والزمال مبارك أنا فيك معروف دائم الملحمة يعني لأن دي الغرمين التكليديين ما الله يرحم والدي يعني الله يسلمك قد باي كرة القدم المصرية الأهل والزمالك أي مباراة ما بين الأهل والزمالك حتى لو كانت مباراة ودية بتعتبر مباراة كما الكل بينتظرها الله يسلمك بفارغ الصبر إنزين طبعاً الأهل والزمالك خلاص الآن على مستوى العالم أي حد على مستوى العالم بينظر لمصر يبقى الأهل الزمالك كتبيل كرة المصرية وبارك الله فيك يكفي كمان النهضة والتطور اللي صار في مصر أنه يوصل للنهائي ما بين الأهل والزمالك في البطولة الأفريقية نزين هذا يدل على كوت الكرة المصرية الله يرحم والديك وعي بارك الله فيك من وزارة الشباب والرياضة طيب من قبل الوزير أشرف صبحي والتوجهات اللي صارت من حضرة صاحب السمو فخامة الرئيس سعد الفتاح السيسي طيب بنشر الواعي الله يسلمك والرياضة لأن الرياضة تصمو بالأخلاق غير كمان الله يسلمك الرياضة نفسها فرقت طيب ما دمره السياسة نعم طيب فالرياضة هي صارت أخلاقيات وروحانيات وتنافس شريف وبتجمع بارك الله فيك الشيء الثاني كمان الشباب بتفرغ طاقتهم في رياضة مفيدة وانت عارف طبعا العقل السليم في الجسم السليم نعم فلما مثلا في المبادرة دي انت الحين رايح تتفرج على مباراة شي الهدف؟ انت بتتفرج على كورة جميلة على خطط بارك الله فيك على خطط ده ما يالي الأهلي ده ما يالي لسه مالك فرق احنا احنا تعصب بقت من ذلك كل واحد بيتعصب لفريق جدا احنا فيه فرج ان مثلا اكون متعصب عشان بشجع فريقي وبارك الله فيك ارفع من الروح المعنوية لللاعب في الملعب لكن ما كنش متعصب ان اسوي مشكلة بارك الله فيك مع اخويا بعمل ازم لا يعني انت الحين بعمل مشكلة مع اخويا اللي جاعد جنبي مع اخويا مثلا زمالكاوي انا اهلاوي يحصل بينه وبينه مشدات كلامية او مشاكل ليش؟ بالتالي لعبين الاهلي والزمالك عجب ما تنتهي المباراة بيروح يجاعدوا مع بعض وبصهروا مع بعض اه ده حقيق اه فانت اللي صار بينكو تعصب وخصومة ليش؟ يعني الرسالة للجمهور شجع فريعك بحماس شجع فريعك بحماس ارفع من الروح المعنوية ومباراة انتهت وده التنافس بس ومن الغالب ومن المغلوب طيب وابتكون مثلا في السيفي بتاعة الاهلي او الزمالك وعدد البطولات اللي حصلوا عليها انزل فبيرجع طبعا لامكانيات اللاعبين والادارة الوعية والمدرب فالاشادي يمركزك الله يغضى عليك فاشنعنا ليش محتاجين يعني احنا عايزين مثلا العالم كله بيتابع مصر طيب وهيتابع النهائي خلاص صار كمان في استاد القاهرة يتوافق عليه طيب في استاد القاهرة خلاص طيب فاستاد القاهرة نفسه كاستاد ده تاريخ طيب استاد القاهرة معلم عرفتش لون وليس ملعب ده معلم مثل مثلا نقول للاهرامات برج القاهرة آآ آآ فخلاص هتصير المباراة في استاد القاهرة طيب فمحتاجين الجمهور تروح بثقافة الوعي الثقافي الرياضي إنك تابع مباراة استأنس فيها طيب استأنس بلاعبينك شجعهم ارفع معنوياتهم كسبت شجع اللاعب خسرت بارك الله فيك جوي مش آخر مباراة ولا أي آخر بطولة الله يرحم والبك هي نعم فأتكون ضربة هاتف طب حضرتك شيء في استعدادات النادي الأهلي والزمالك لنهاية بطال إفريقيا إزاي طبعا دي استعدادات قوية بأي حال من الأحوال غير إن كانت بطولة أفريقية أو بطولة كاس السوبر أو الدوري الأهلي والزمالك لهم استعدادات خاصة على مستوى تاريخ قرط القدم في مصر أي نعم فطبعا كل نادي طيب بيقدم ويبرز أفضل ما عنده لللاعب الله يسلمك والمدرب والإداري معنويا ماديا الله يرحم والديك فبيحاول يوفر له كل السبل ويريحه ذهنيا ونفسيا أوكي عشان هيخود المباراة هذه لأن دي مباراة قمة أوكي من حيث الجمهور من حيث بارك الله فيك الإعلام من حيث المدربين والعالم كله بينظر الحالم كله بينظر طيب غير مصر صارت خلاص محط أنظر العالم على مستوى اللاعب الدولي الكابتن محمد صراح طيب اللي بارك الله فيك عمل طفرة في كرة القدم بالنسبة لمصر العالمي له الله يرحمه عنديك طيب فيه طبعا جاب لي أسماء وتواريخ ولكن طبعا يعني محمد صراح نقدر نقول الله يوفقه طيب لأنه هو شرف وفخر لكل المصريين والعرب فالله يوفقه ونتمنى نتمنى أن نشوف بارك الله فيك خمسين مليون محمد صراح لأن مصر ولده فنتمنى بإذن الله التوفيق للجميع طيب إيه هي استرداد الشعب والجمهور والمقاهر المباراة يعني شايفها إزاي حضرتك؟ نحن طبعا نفضل أن المشاهد نفسه يكون عنده وعي ثقافي لو مثلا ما راحش استاد القاهرة إيه المباراة دون جمهور بدون جمهور طيب إحنا بنقول الفرض اللي هو بجمهور طيب إنت مثلا ما تشتشوفها في استاد القاهرة لايف دايريكت هتشوفها مثلا في قافة أو في مقهى أو في البيت عندك أو الهادي إنت هيأ نفسك كمشاهد إنك رايح تستمتع عرفت إيه شلون؟ أجعد بارك الله فيك على القافة كده أجعد أطابع المباراة بكل وناسة أوكي بشوف بارك الله فيك جملة بركبة في الملعب أوكي كروس تسويب على المرمى مروغة وان أجنس وان فأنا محتاج أنا كمشاهد طيب أتابع حاجة تسمو بروحينات القروية وتعطيني ثقافة فاهم؟ يعني مثلا إيش معنة كروس أو تشب أو تسويب على المرمى أو إيش جملة بركبة إنت ثقف نفسك بنفسك إنت أنك تفهمها الله يرحم والديك اجعد مع متابعتك للمباراة إنت ومشاهدتك للتلفاز طيب خلي كل روحنياتك وعقلياتك للمباراة نفسها لا تشغل نفسك باللحداك على يمينك أو على يسارك عشان ما تطلعش من جو الله يرحم والديك عشان ما تطلعش من جو المباراة اللي إنت راح تستألس فيه وتحصل عزمة وتبقى مشكلة إنا إنت ليش طالع من بيتك عشان تستألس بالمباراة مش عشان تروح تعمل مشكلة أو تعصر الله يرحم والديك فيفضل المشاهد يكون رايح بثقافة وعي الرياضة الوناسة أوكي التشجيع عرفت شلون؟ وليست المشاكل و الله يحفظ مصر إن شاء الله بإذن الله من المشاكل شايف دور المرأة المصرية زي في نشر الوعي والثقافة يعني المرأة المصرية بتقدم أشياء كثيرة شايفها زي المرأة المصرية دايما على مستوى العالم متميزة ومتفردة في الرياضة ليش؟ المرأة المصرية بطبعتها طيب دايما سند لزوجها عرفت شلون؟ المرأة المصرية مثلا بتفاجئ إن المرأة المصرية من قديم الأذل إن زين أيام مثلا الأرياف تجو مثلا تعجن تطبخ تغسل أوكي تبارك لو فيك تودئ الأولاد المدارس أوكي ترجبهم المدارس ترجع تسوي الغداء تدرسهم تسبحهم المرأة المصرية دايما سند للرجل عرفت شلون؟ وبالتالي مثلا عندك أضرب وأجمل صورة واجهناها لسه قبل أسبوع طبعا زوجة الكابتن واللاعب مؤمن زكريا الله يشفيه وعفيه إن شاء الله بإذن الله ويرجع سالم غانم لكرت القدم المصرية زوجته وقفة معه سند في ظهره ومسنده بل فيت إن هي العكاز اللي هو بيتعكس فيها فيعطيها ألف عفية وهذه المرأة المصرية طبعتها عرفت شلون؟ فيه كمان عندنا ذوجة الممثل الممثل أحمد زاهر طيب نفتكره العفية لما كان مريض جاعدت الله يرحم والديك فجاعدت ثلاث سنوات ملازماء بارك الله فيك عرفت شلون؟ لين جومته من المرض اللي هو فيه ومن المحنة اللي هو فيها ورجع ما شاء الله علي طبعا ننور الشاشة المصرية مرة ثانية أخرى مسلسل برينسي كان فيه رائع جدا الله يرحم والديك فشوف المرأة المصرية مش هنقول مش وراءه كل رجل عزيم امرأة لا أنا بقول أمام كل رجل عزيم امرأة لأن هي اللي بتجويه هي بارك الله فيك بتكون المؤشر البياني ليه هو اللي بتجويه وترتفع من مقامته ودي قيمة المرأة المصرية على مستوى التاريخ ومسمع ومرأة العالم كله إن المرأة المصرية معروف عنها إن هي سند زوجها تمام الكدرات الخاصة في الرياض إزاي نوفر لهم فرص يعني دولة مهملين شوي يعني عايزين نقدر نوفر لهم فرص طبعا الكدرات الخاصة كان صحيح الأول الله يسلمك ما كانش متوفر لهم لكن فعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الله يطولي بعمره ويعطيه العافية تمام عتى توجهت حق حضرة الوزير أشرف صبحي بالشريحة دية الله يسلمك أوكي على أعلى مستوى يتوفر لها كل الإمكانيات عشان تبرز عرفت شلون اتفاجئنا أني عندنا الله يسلمك ست لاعبين من القدرات الخاصة في نادي 6 أكتوبر واخدين مدليات ذهبية على مستوى العالم ومحققين المراكز الأول بارك الله فيك في السباحة والوزب العالي والوزب التويل والجلة عرفت شلون تمام لا مصر ولا ده بارك الله فيك على مستوى القدرات الخاصة وهم قدرات خاصة لأنهم صج عندهم قدرات خاصة تفوق قدرات الأسوية بس عايزين دفعة معنوية وماديا وفي توفير نحن نوف معهم وكده صحيح وهو في توفير على أعلى مستوى من وزارة الشباب والرياضة وفي توجيهات سامية أوكي بالشريحة دي طال الله يسلمك عشان هما يكونوا أسوياء مع المجتمع عرفت شلون يعني ميبوش حتى بارك الله فيك شما تبقىش فاهمون عادمة لا هما مش منعادمين يعني لا في الفترة هذه ما شاء الله لا إله إلا الله صار ما شاء الله لهم مجال واسع جدا من قبل الحكومة السامية والرائضة وبارك الله فيك سعادة الوزير أشرف صبحي تبقى النوال ازاي بتوفر لهم فرص طبعا لأن التوجيهات قادت في الأندية ومراكز الشباب الله يسلمك أن يكون فيه قدرات خاصة موجودة وتوفير مدربين ليهم عرفت شلون شلون يتعاملوا معهم الله يسلمك لأن عفوا كل عاقة بتختلف عن الثانية عايزة معاملة خاصة الله يرحم والديك عرف شون يعني مثلا غير السامعة غير البصر غير هذه فكل واحد محتاج مدرب خاص أن يقدر يتعامل الله يسلمك مع العاقة دي وشلون ينتفع بيها الله يسلمك ويرتقي بالميزة اللي عنده اللي بتدغي على العاقة فطبعا في توفير حاليا في الأندية ومراكز الشباب الله يسلمك للشريحة هذه أوكي أن بإذن الله يكونوا أسوية مع المجتمع طب ازاي ازاي نكتشف اللاعبين البراعم وننموا قدراتهم ونقدمهم أهلي زمالك كده يعني ما يبقاش الأرياف والحيطة دي بالذات يعني بتبقى مهماشة شوية كده ومهمال يعني بيبقى دايما لابن المدينة هو طبعا يفترض يكون فيه فيه حاجة اسمها كشاف نزين الكشافين دول كانوا الأول موجودين الله يسلمك مثلا من التسعينات اذكر كابتن علي شرف رحمة الله علي كان كشاف نادي الزمالك نزين كان بيروح الأرياف اوكي والكرة هذه فيهم مواهب على أعلى مستوى لكن مش عارفين الله يسلمك إشلون نكتشفهم هم مبعارفين إشلون يوصلوا للأندية أهلي الزمالك ومسلا إسماعيلي ومقولون عرب وديدقلا براملت طيب فبيتموا الله يسلمك في الأرياف اوكي خلاص مغمور عليهم فيفترض اكتشفوهم الله يسلمك ويستكتبوهم طيب من الكرة والأرياف للقاهرة ونستنفع بهم لأنه فيهم مهارات على أعلى مستوى وهم نفسهم فيهم مهارات وقدراتهم مبعرفينها ولكن محتاجين نعين بارك الله فيك تكتشف النادي الوحيلي اللي كان في مصر من سبع تمن سنين كان بيهتم بالنشئين ويروح الأرياف وكلا والإسماعيلي كان جيب فترة كان بقى يعني ما شاء الله هو طول عمر نادي الاسماعيلي بارك الله فيك بيخرج الله يسلمك في المواهب يعني في المواهب أكتر واحد كان بيجيب يعني بيشتغلوا على مستوى البراع مثل حسن عبدالرب الله يرحم والبك محمد بركات وعمال النحاس وعمال الجمال الله يرضى عليك وطبعا ما ننساش طبعا جبيلة أبو جريشة في الكامل دي ولادة دي في روح لا دي ولد أبو جريشة فدول الأجيال اللي طبعا ما شاء الله عليهم في كرة القدم بتتوارس والحمد لله أن نحن عندنا مثلا جبيلة مثل أبو جريشة أنه بتطلع لنا هاي المواهب الله يسمى في كرة القدم الله يرحم والدك فالإسماعيلي بيشتغلوا صحة على البراعم والأشبال طيب وبيأسسوا قواعد سليمة ما شاء الله ولكن في الفترة هذه كمان مع ظهور الأقديميات فانتشرت على مستوى الكرة والأرياف ولكن الأقديميات تنقصها أننا محتاجين مدربين براعم وليس مثلا مدرش تربية رياضية أو لاعب كرة قدم الكابت الرابع ياسين الكابت الرابع ياسين بينزل بنفسه بنفسه يروح للأرياف ويرروح كده عشان يجيب لعيبة للمنتخب يعني ده أول مدرب يعمل كده ما هو ده المطلوب من المدرب يعني هو مدرب بالمنتخب صحيح يعني نزل بنفسه ما اعتمدش على أهله زماله وإسماعيل زي الأخرية لا لا ده بنزل تحت ما هو ده دور المدرب إسماعيلية ضمياط إسكندرية صحيح ده دور المدرب الله يسلمك اللي هو المدرب والكشاف لتنمع بعض يكون عنده رؤية عرفت شلون مش تجعد بارك الله فيك مثلا في المنتخب في ناديك تنطر اللاعب هو اللي ييك لا انت تروح بارك الله فيك الكرة والأرياف هالي انت وانت ماشي ممكن تشوف لعب عمل مهارة توقفوا تعالي يا ولد شي اسمك أنت موليد كام طيب شفت فيه مهارة أوكي خلاص تاخده عندك النادي انزل وتعمله تصريح يدخل النادي ده يفيدك أوكي لكن لين انت تجعد تنطر اللاعب إيك مش أو كله طيب يعني فيه سياسة مدربين كده يعتمدوا على الأهل والزمالك وخلاص ما كرت القدم مه بأهل وزمالك أفضل أفضل لاعبين اللي ظهروا بارك الله فيك على مستوى تاريخ مصر مش من الأهل والزمالك ده حقيق الله يرضى عليك كانت في بارك الله فيك في بني السوف والمولوفية والمينيا وسهاج بس يزل لا بس الخطيب أبدأ اللاعب في تاريخ الكورنة المصرية ده الخطيب ده حاجة لوحديها كده طبعا بس الخطيب أبدأ اللاعب في تاريخ مصر لا بدم ذكر طبعا الخطيب بوجه له الف تحية وتقدير فأخلاقياته كيمة وقامة ده اتكلم عن أخلاقياته في الملعب وبرنا الله يرحم والديك فاتكلم عن أخلاقياته وبعدين عن كرة القدم مهاراته بارك الله فيك كابتن الخطيب طبعا ده أسطورة مثل ما اتلقب وهو صج أسطورة كرة قدم طيب أخلاقيات عالية جدا وده اللي احنا محتاجين من لاعبين كرة القدم اوكي أنا مثلا لما أكون مدرب كرة قدم بجيب لاعب طيب أقول لي يا ولد أنا أبغي أشوفك مثل كابتن الخطيب فأخلاقياته بعدين نرجع لكرة القدم نتكلم عن الدكتور طه اسماعيل فأخلاقياته الله يرحم والديك الله يطوله بعمره ويعطيه العافية طيب وحاليا نقدر نقول عليه جنرال تحرير كرة القدم طيب عندنا كابتن علي خليل وأخلاقياته العالية والسامية عرفتشتون فيه في مصر مصر ولا ده طيب وطلعت لنا بارك الله فيك أجمل ما في مصر عرفتشتون من ناحية الأخلاقية وكرة القدم طيب فإحنا محتاجين بارك الله فيك تتقرر الأساطير ديت عرفتشتون أخلاقيا ورياضية الله يرحم والديك لأنها كرة القدم إيش أخلاق أخلاق إي نعم ومسلا لو رجعنا لوزارة التربية والتعليم أول شيء ذكرنا التربية قبل التعليم الله يرحم والديك عرفتشتون فده اللي احنا محتاجينه بإذنه حضرتك شايف مين حاليا من المدربين الصادرين حاليا أفضل مدربين يعني اللي جايم مستقبلهم جايم والله بصراحة أنا شايف طفرة في المدربين الجدد على أعلى مستوى طيب مثل كابتن علي ماهر الكابتن إيهاب جلال طيب كابتن أحمد كشري كابتن عماد النحاس ما شاء الله عليهم لا إله إلا الله شغالين شغلة عالي جدا نتائج طيبة جدا أنا مثلا ما بتفرج على مباراة ما بين مثلا المدربين كابتن أحمد النحاس عمل طفرة جبيرا في نادي المقول العرب يعني عمل معهم طفرة سنة جيرة جدا صحيح لأنه هو وارد مثلا جابلي كان في نادي أسوان تمام عمل طفرة طيب وهو لما كان لعب كرة قدم كان لعب على أعلى مستوى لكن لولا الإصابة هي اللي نهي ما يستر آي نعم ففي مدربين ما شاء الله عاملين شغلة عالي جدا اللي بيعجبنا في المدربين هدول إيش إن هما نزلوا لعقليات اللاعب نفسه وارتقوا بيها تمام عرفت شلون أوكي فده مثلا المخطلوب في المدرب إنك تنزل لعقلية اللاعب عرفت شلون وحسس كل لاعب إنه هو النجم الأوحد فاهمني أوكي وبارك الله فيك طلع أوكي خبايا اللاعب الداخلية لنفسه والقدرات هو مزيت كابتن أحمد إن حسو أب جلال بيصحبه اللاعب ما ده المكان يعني ما بيعملاش مشاش مدرب ولاعب مزشى صداقه الله يرحم الله إنت لو حطيت الله يسلمك ما بينك وما بين اللاعب حاجز أنا مدرب وأنت لاعب فقط السنس اللي هو هيربتك فكريا ما بين اللاعب فمنش هيقدر بارك الله فيك يستوعب عليك لأن انت بتكلمه من منظور أعلى لأ أنا عايز يكون مستوى الكلام على مستوى عقليتي أنا على مستوى ثقافتي على مستوى مهرتي على مستوى مركزي في الملعب طيب على مستوى المباراة لنن هلعبها على مستوى الفريق المنافس تقدر تهيأ اللاعب بكل التفاصيل والمعطيات دي هيعطيك في الملحب ونفسيا الله يرحمه اللاعب أهم حاجة تهيئه نفسيا ليش بارك الله فيك الدول الأوروبية الدول الأوروبية كل لاعب عنده طبيب نفسي الدول الأوروبية عرفتوا؟ بيأهلوا قبل المباراة عرفت شلون بيقدر يتعامل معاه نفسيا يدخلوا الجيم على أعلى مستوى يبتكر يبدع في الملحب العمل نفسه مهم صحيح إيه الفرق بالمسلماني وبالجيشكو في الأهل والزمالك يعني ده طريقة لعبه إيه وده طريقة لعبه إيه وشايف إزي هما يدرون المباراة طبعا المدرد مسلماني أول شيء هو جيء النادي الأهلي حبا في النادي الأهلي داكي أي نعم وليس أتعاقد لا يعني في ساندوينز وكان بيأخذ فلوس أكتر من الأهلي هو في التصريح اللي جاله إيش جال أنا جيء النادي الأهلي حبا في النادي الأهلي وما كنت أتوقع أن أشتغل مدرد في النادي الأهلي أصلي النادي الأهلي أنت لما تمشي داخل النادي الأهلي بارك الله فيك مثلا في الجزيرة أوكي النادي القديم مثلا نادي مختارتش أو مثلا الجديد اللي في مدية ناصر بتمشي تشعر أنك مثلا ماشي في متحف ماشي مثلا داخل ماشي في مدرعة النادي القر النادي القر طيب بارك الله تول ما أنت ماشي كده جاعد على مينك وليصارك أجيال 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 عرفت شلون؟ الأساطير فأنت مثلا بتكون ماشي بقارك الله فيك في ممر كله أساطير عرفت؟ فبتشعر بالهيبة والفخر عرفت شلون؟ بالنادي دوت الله يسلمك الصور اللي انت بيحتوي المنظومة هذه طيب فهو لما جاء اللاعب المدرب المسلماني المدرب النادي قال أنا ما كنت أتوقع أن أكون مدرب للنادي الأهلي طيب فجاء بحب ودراسة مسبقية جبل ما يدخل النادي الأهلي وعرف كل لاعب في النادي الأهلي بارك الله فيك مستو وإمكارياته والمركز اللي بيشغله والمركز اللي يقدر يقوم به والمركز البديل في حالة الإصابة لللاعب تاري فدرس النادي الأهلي على أعلى مستوى فجاء بحب للنادي عطى انتباع حبه للنادي وصل لللاعبين بأكي اي نعم مرة تمرينين التالت والجمهور برد محده ما انت شلون تتعامل بارك الله فيك ثقافيا مع اللاعب مع الإدارة مع الإداريين مع مدير الكرة مع الجمهور لأن هي منظومة واحدة تب شايف إزاي مسلمين عيلعب بطريق ايه يعني هيهاجم ولا هيدافة يعني هو بتشوكوا عالجنب الآخر هيهاجم ولا هيدافة يعني كيف ستضر المباراة من تلك المدربين طبعا هي في البداية أول ربع ساعة دي هتكون جس نط ما فيش حد هيدرف الله يرحم والديك محدش هيخاطر محدش هيجازف كل واحد هيبدأ يشوف أول ربع ساعة شلون الخطة اللي بيلعب بيها التكنيك اللي بيلعب بيه التكتيك طيب اللاعبين بيلعب بيه 3-3-2 2-5-3-2 3-4-1 على حسب خطة اللاعب الله يرحم والديك وكل مدرب هيستغل القدرات اللاعبين اللي عنده إن كانت المهارة بارك الله فيك السرعة اللي دريبه التصويب على المرمى ويبدأ يوظفها من خلال نقاط الضعف في الفريق الخسن عرف شلون فكل واحد هيبدأ يبقى جس نبض أول ربع ساعة الله يرحم والديك بعدين هتلاقي الجيم هينفتح شوية شوية طيب بس هو بتشكه معروف بالأداء الدفاع يعني بعمل توازن جدا ما بين الدفاع ما هلازم تعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم لك أول مسلماني معروف عنه الهجوم والضغط المبكر صحيح بس مبارات كم مثل ديت لا ما فيهاش بجسفة لعب الزمالك كده يعني أخذ البطولة من الزمالك لعبها أهجمها أهجمها هناك وإنه لأن عنده بارك الله فيك عناصر تطبق فكره هو آه عرفت شلو يعني انت شايف في الآهل أنه ما فيهاش عناصر تطبق فكر مسلماني الآن لا موجودة في الفريقين الأهل والزمالك موجودة العناصر بارك الله فيك لكن كل واحد لي طريقت كل واحد لي طريقة يعني بس هو بيهتم بالجانب الدفاع جدا الله يرحم والديك ولكن في النهاية ما حدش هيتجازف أول ربع ساعة لا ما فيهش مجازف أول ربع ساعة وبرضه تبقى تمتص اللاعبين فهمني ومن بقى حالة حالة شوية ليلة السقة السقة ليلة شوية السقة الله يرحم والديك فطبعا برضه لازم تمتص حماس اللاعب فهمني لأن لو اللاعب نزل مثلا لأن دي مباراة قمة وهتحسب في سيفي كل لعب عرفت شلون أنه هو لعب مباراة القمة حتى لو نزل دي جيجا عرفت شلون آه لعب الأهلي والزمالك فهيكون اللاعب متحمس بطبيعته وهينزل بحماسه بجوه فهم فشلون تمتصه أنت كمدرب وتمتص حماسه عشان يقدر يصير عنده تركيزه عالي طيب لأن بارك الله فيك لو علي التركيز هيعلى البدني فتعمله توافق بدني عقلي طيب وينفذ خطة المدرب المطلوبة منه في الملعب فهتلاقي مباراة طيبة طيب مباراة قمة نتمنى زالي ده إن شاء الله بإذن الله طيب إيه لتوقعتك لنتيجة المباراة وشايف من النجم اللي هيبقى في النادي الأهلي والنجم في النادي الزمالي يعني من اللي يفرر في المباراة من الأهلي ومن اللي يفرر في المباراة من الزمالي هو طبعا هيكونوا اللاعبين البليميكر أوكي دول هما هيكون عصدك أفشا وساسي الله يلقى عليك طيب يعني اللاعب البليميكر أوكي اللي هو هيكون متحكم في رتم المباراة أوكي متى يسرع المباراة شلون ينجل الملعب شلون ينجل الهجمة تغيير ملعب هو اللاعب نفسه ده اللي هيقدر يتحكم لك صنع اللعب غير طبعا بقى لاعبين روس الحربة هيمتازوا الصغرة طيب شلون بقى الصغرة وشلون اللاعب خطفوا في اللعب في كورنان خطفوا في لمسة بصف العمك بارك الله فيك تشب الله يسلمك ماهده المطلوب هتتفتغل بقى بارك الله فيك مهارة راس الحربة المهاجم وسرعته وامكاناته البدنية والمهارية عرف شلون اي نعم وشلون بارك الله فيك لعب خط الوسط يوصلوا اي نعم برضو ما قلت النهاش توقعاتك ايه المباراة النتيجة ماهي ملهاش توقعات المباريات بطبيعتها ولكن احنا بنتكلم من حلال مثلا الخطط امكانيات اللاعبين بارك الله فيك نسبة مثلا البطولات فكل ده لكن مثلا دون مين اللي يكسب هنا يعني بس بيبقى فيه توقعات دي بتكون خارج التوقعات ببارات الاهل والزوائل خارج التوقعات حضرتك شايفين يا خارج التوقعات خير التوقعات اه لان ممكن مثلا تكون فريق في بارك الله فيك اكمل حالاته فاهم اه وتصيوبه على المربع داخل تقول اه اه فريق التاني يقفل ساعد بيبقى في فريق الأفضل الأحسن والأكسن ان شاء الله أصر استخوزا ولكن في الآخر بيتغل انت مثلا عندك فريق ممكن مثلا بيكون ضاغط 85 ديئة اه اوكي اخر خمس دجايق الا مثلا فريق الخصم تصويبه على المرمى الرنجباس اه غلطة المدافع اه دخلت قول افل خد المغرر اه اه غلط دخل مدافع غلط دخل الله يرحم والدك فهتبقى البركة لكن ما ستقدر تجزم مين اللي يكسب او يخسر تقريبا طيب يعني كفة ارجح كفة الاهلي ارجح لماذا طيب من خلال عندهم استقرار طيب في الادارة طيب في الجهاز الفني في الاداري في اللاعبين طيب يمكن مثلا عندهم فترات كانت فيه إصابات متتالية متكررة طيب وقالله يكفيهم طبعا شر الإصابات ان كان النادي النادي او كانت ورى بعض بصراحة بس على الفكرة الاهل اللعب المباردي بدون دفاع يعني اي من قشف ويسر ابراهيم يعني غير محمود متولي وغير بنس يعني وآحمد فتح راح برمدس يلعب محمد هاني في النهاية في النهاية النادي الاهلي بارك الله فيك لو عنده لاعب واحد فقط بما الحضر الاهل بما الحضر الله يرحم والدك الاهلي ما عندهش ان شاء الله يسلمك اللاعب الأوحد لا كل لاعب اللي لبس التشيرت الاحمر او التشيرت الابيض ده بارك الله فيك في حد ذاته بيكون هو نفسه عظيم منه العظماء عرفت فيقدر مثلا اللاعب في النادي الاهلي او الزمالك يشيل فريق عرفت شلون اي لاعب بديل في اي نادي الاهلي او الزمالك بارك الله فيك بيعمل لك الفارق وبيأدي بروح الفانيلا عندي كبيرة وعندية بطولات برضو شخصية البطل موجود شخصية البطل الله يرضى عليك وده اللي بيغرزه إدارة النادي الاهلي والزمالك في اللاعب لما يجيبونا بقى جيمة الاهلي من المقصة تشوف في الاهلي بعد شهرين بيختلف تماما شخصية البطل بتأصد فيه ما بياخدش شهرين هو مجرد لما دخل بارك الله فيك القلع الحمراء قلبة ووابة ولبس التشيرت اختلف وضعه فاهمني اي نا انا دخلت النادي الاهلي ونادي الزمالك اتشرفت طبعا بدخول استقبلوني هناك كنت حاسس ان انا ماشي بارك الله فيك في منظومة عسكرية نادي الاهلي والزمالك ادارة اي نعم ادارة ندخل بقى في مجال تاني شايف انجزات الرئيس عبدالفتاح السيسي ازاي طبعا انا بوجه تحية وشخ لفقاومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الطفرة اللي عملها في مصر لم يسبق لها مثيل طيب من ناحية بارك الله فيك مثلا لو تكلمنا الصناعة والزراعة والسروة السمكية والسروة الحيوانية والامن الامان بارك الله فيك الطرق الكباري طيب البنيان الله يسلمك طفرة لم يسبق لها مثيل اوكي التوجهات السامية باستمرار لتطوير المنظومة في مصر اوكي بارك الله فيك النهود بالشباب ووعي الشباب وتوظيف الشباب طيب دا كل دا طبعا مرحلة لان الشباب هم اللي هيكونوا عماد البلد عرفت شلون بارك الله فيك حاطة منظومة على اعلى مستوى بتوجهات لدولة الرئيس مدبولي طيب والأوفياء والمخلصين اللي في القيادة الحكيمة طيب اللي بيشتغلوا لحب مصر والرفع بدهنة مصر ومصر طبعا طول عمرها معروفة في الرياضة طيب والسيادة على مستوى العالم ايه الصعوبات اللي وجدت الرئيس السيسي في تحقيق هذه الانجازات يعني اكيد في صعوبات لا طبعا يعني في ناس كتيرا مش عارف لا رئيس السيسي ايه الصعوبات اللي وجدته لا دا الصعوبات خارجية ودخلية كمان وليس الصعوبات دخلية تمام افراط عرفت شلون فاستلمها الرئيس السيسي وتحمل المسئولية واللي عطق بارك الله فيك هو والإدارة الحكيمة اللي معاه لان هاي الرجل حب اقتراب بلده تمام فكل زرة الرملة في مصر حبت الرئيس السيسي ايه انزل لان مصر بارك الله فيك محتاجة من يحبها اه فاذا حبت هاي اللي بلاد طيب مصر عطتك تمام عطاء وحب ودفء وامن وامان دي مصر بارك الله فيك تمام فوجهته صعوبات كبيرة جدا وتحديات على مستوى الخارجي والداخلي ولكن هو بفضل الله والأوفياء والمخلصين من المصريين ومحبته المصر ادر بارك الله فيك يكتاز كل دوات يعد الصعوبات عدها خلاص عدها بمراحل تمام عدها مصر فيها نهضة لم يسبق لها مسيل انا بقولها لك في فترة بسيطة جدا في ظل القيادة الحكيمة تمام شهدنا كرام فاصل قصير ونعود إليكم شهدنا الكرام عودنا إليكم مرة أخرى مع سيادة الأعلام والمستشار الدولي أهل سار عبدالل شايف علاقة مص ازاي بدول مجلس التعاون الخليج هل هي علاقة طيبة أم لا طيبة هل هي علاقة التعاون أم لا طبعا وجود القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت العلاقة على أعلى مستوى طيب مع دول مجلس التعاون أوكي الخليجي من خلال الترابط المحبة بارك الله فيك التعاون المثمر طيب في كل المجالات اقتصاديا اقتصاديا سياسيا كل المجالات عرف لهم صار بارك الله فيك محبة المواطن المصري زادت وارتفعت في دول مجلس التعاون أكثر من الأول طيب لما بيكون عندك قيادة حكيمة رئيس أو أمير أو ملك طيب بارك الله فيك بيرتفع بشعبه أوكي فالشعب أو المواطن نفسه قيمته بترتفع على مستوى العالم وهي اللي صار الله يسلمك طيب فمن محبة الرؤساء والزعماء والأمراء والملوك أوكي بيعمل بارك الله فيك نوع من التجانس ما بين الشعوب وبعضها طيب فبيشعر المواطن الخليجي اللي يسلمك في مصر أنه هو بلده الثاني ويبقى في تبادل سكافات والعكس وطبعا تبادل سكافات الله يسلمك عرفتش لون بارك الله فيك تبادل في الاستثمار طيب وده المطلوب فاهمني مثلا خبرات من مصر طيب تروح مثلا دول مجلس التعاون الله يسلمك أوكي مثلا اكتشاف بترول غاز الله يسلمك أطباء دكاترة الأشياء هذه أوكي من دول ماليس التعاون ينزلوا مصر بارك الله فيك التعليم جامعة القاهرة وجامعة هنشامس فاهمني فده مطلوب الله يسلمك منها في ناس كترة من الخليج بارك الله فيك ما هي الدراسة بارك الله فيك عشان تشعد الله يتاولي بعمرك في ناس كترة بتدرس اليمن السعودية كده على مستوى بارك الله فيك الدول العربية ودول ماليس التعاون الكل اللي بيجي فطبعا التعاون زاد ارتفع انما طيب فطبعا في ظل وجود قيادات حكيمة عرفتش لون فالقيادة الحكيمة الله يسلمك هي اللي بتبني لك نوع من أنواع المحبة والألفة والترابط ما بين الشعوب وبارك الله الله يرحمه في الفترة الأخيرة ارتفعت البورص عايزنا نعرف كزي ارتفعت في الأواني الأخيرة لي بارك الله فيك لما ارتفع اقتصاد بلادك طيب بسا الجنيه المصري الحين ارتفع ضد الدولار فده بيرجع العوامل ايش اوكي بيكون عندك مثلا ارتفاعك للجني المصري بناء على الاقتصاد اللي عندك طيب بيرتفع مواردك الله يرضى عليك انت ان كانت مثلا عندك الموارد الداخلية تصنيع الزراعة الزراعة الله يرحم وديك فمصر بارك الله فيك ارتفعت في شتى المجالات عرفتش لون فلما بيرتفع الاقتصاد بلادك الله يسلمك بترتفع عملة بلادك عرفتش لون فكل ما ترتفع بارك بتعمل توازن الله يسلمك تمام دي ابت الميني فوتبول ايه هي الليها بديه يعني احنا مش عارفين الليها بديه هل هي جديدة ولا هي كتقديمة ولا محرش عارف انا حاجة وظهرت او الاهتمام بها في الوقت الحالي طبعا فيه في الفترة المؤخرة وزارة الشباب والرياضة عملوا اتحاد اسموا اتحاد الميني فوتبول بيرقسوا سعادة الاستاذ احمد سمير ده رئيس الاتحاد الميني فوتبول اوكي هي لعبة خماسي بارك الله فيك طيب بس مقننة نزيل وبتكتسر بارك الله فيك بتخب من البراعم اللعبة نفسها هي كرة قدم كرة قدم بس خماسي بارك الله فيك بقوانين مختلفة عن السداسي او ده بتختلف عنها لها دوري لها دوري طبعا وانتشرت صحيح انتشرت بارك الله فيك على مستوى جمهورية مصر العربية اوكي بقيادة الرئيس احمد سمير نعم في طبعا مدربين على اعلى مستوى بلقوا يندمجوا في هاي اللعبة اوكي ويستقطبوا لاعبين طيب على مستوى البراعم اوكي ويدخلوهم في اللعبة هذي اوكي في مثلا عندنا مدربين حراس مرمى على اعلى هاي بلاها مراك الشباب يعني ما تكون براك الشباب وفي اندية على ملاعب نجيلة ولا ملاعب لا لا بارك ترتال ايه نعم الخماسي وممكن تتلاعب على بارك الله فيك ملاعب شيء ما حاشيش بس الخماسي ايه نعم ويبقى لها دورات كده ويعني بطولات وبقى لها الاهل والزمال والاندية وكده ضر رئيس الاتحاد فيها ببقى ازاي وطبعا رئيس الاتحاد هو بيكون اه العمود او بارك الله فيك يعني العصر هو الذي يدير هو اللي بيدير المنظومة بالكامل المنظومة يعني ايه نعم على حسب درط لو قدرته قويات بقى اللي بقى تسمع بالتأكيد لانه هو قررني كمان واخد توجهات اوكي بثقافة ولا هتمون من الدولة اه طبعا ايه نعم هو اتحاد اتحاد كرد القدم للميني فوتبول يعني قصد الله هتمون من الدولة يعني الدولة مهتمية بيها طبعا ما هقصد لو الدولة يعني ما هتمت الدولة ليش حطت اتحاد وحطت له رئيس اتحاد يعني وانتشرت اللعبة ممكن تبقى لعبة مجولة لا التحاد بس يعني ايه مالهاش تمون او 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 مش فيه اهتمام او او لا ما هي يصلي اللجنة القلمبية لازم تدعم الاتحادات ليش الله يسلمك انت بتقوي لعبات عرفتش شون واللعبة لما تكوى اوكي بترتفع بمستوى اللعبين اللعب لين يحترف الله يسلمك ما هو بيجيب لك عملة صعبة ودخل للبلاد الله يسلمك وبيكون فخر للبلد وللنادي وللاتحاد وللمدرب وللإداري هي منظومة كاملة هي سلسلة متكاملة بارك الله فيك حلقات عرفتش شون اوكي فكل واحد في المجال ماله وفي الحلقة مالته اللي بيشغلها لازم يبرز عشان يستمر عرفتش شون فاللي بيبرز بارك الله فيك وبيخلص وبيفنى في شغله ده بيستمر واللي بدايب لها دورات يعني زينها افريقيا وبطولة افريقيا ويبقى لها كسعالم صحيح يعني هي مشى في القطار ده اه طبعا ما هي اي لعبة بارك الله فيك لازم تنتشر تنتشر محليا ما هي افريقيا وعالميا ما هي كسعالم وكسكر راس صحيح ما هي لازم المسلا اللعبة اي لعبة مهما كانت حديثة تمام انزين تبدأ بارك الله فيك محليا عقب قريا عقب بارك الله فيك طبعا تدخل الفيفا وكلها تصنيف في الفيفا الله يسلمك اوكي من كبقى بطولات ودوريات والاشياء هادي وكده نفس كورة القنم نفس كورة السلة الطائرة بما انك كنتم مدرب ويعني هل هترجع التدريب مرة اخرى ولا اتجاهتك ايه الفترة القادمة طبعا انا يكفيني ان انا في مصر الله يسلمك طيب واتمنى لو قالي عرضي من اي نادي من الاندية طيب انه مثلا اشتغل مدرب كورة قدم لان انا جعدت 22 سنة مدرب كورة قدم للبراعم وتتلمست على ايد كابتن علي خليل الله يطوله بعمر هل انت كنت لايب اصلا ايه نعم كنت لايب ايه الاندية اللي حضرتك لعبت فيه انا يعني مثلا انت شرفت اللي عبت في الاهلي والزمالك في مصر بارك الله فيك لعبت في الخليج حاجة طبعا ينام بارك الله فيك مثلا لعبت في نادي المكولون العرب طيب الله يسلمك اعصرت مثلا في نادي الزمالك جيل من جيل العظماء مثل ما بيقولوا ما بين انا حسن شحاتا لا لا ده كابتني لا طبعا لعبت مع كابتن جمال عبد الحميد واشرف قسم واحمد رمزي وطريق يحيا وبدر حامد كابتن حمد عبد اللطيف حاول كرة المصرية كابتن ريلا عبد العال ايمان يونس ايمان منصور مصطفى نجم اعمال صلاح نبيل محمود هشام يال اه اللي خادوا بطولة الشي اسمها البطولة الافرق اسيوية والدوري والكاس اتلغت يعني ذلك فكان كان المدرب رحمة الله عليه كابتن عصام بهيج ولعبت مع كابتن زاكي عثمان طيب وطبعا صديقي الشخص اللي كنا مع بعض باستمرار كابتن سامي الشيشيني وكابتن امير عبد العزيز وكابتن نادر السيد دول اللي كنا يعني جيل واحد فتشرفت طبعا ان نرتديت التشيرت الابيض طيب وده طبعا شي شرف يعني ويكفيدي اني لعبت جنب كابتن حماد عبداللطيف حاول كرة المصرية وكابتن رد عبدالعال طيب فدول طب الاندية اللي انت ممكن ترقى التدريب تاني ولا يعني هل لك اتجاه اخر لا لو قالي اي افر في مصر عرض من اي نادر اه تدريب كرة القدم برجع او تطوير براعم كرة القدم اه تمسك مدرب كشف مثلا لا مطور اطور لأ البراعم مثلا او ممكن مطور مدربين يعني مثلا فيه مدربين بارك الله فيك في كرة القدم ما يعني للأسف مش عارفين خطورة البرعم اللي انت بتمرنه لان دي اصعب مرحلة واختر مرحلة اللي هو البرعم انت بتأسس بارك الله فيك عرفتش لون فلو انت مبعارف قواعد تدريب كرة القدم طيب لللاعب البرعم وقام مهارة هياخدها في سن اربع سنوات موضوع علمي يعني موضوع علمي برضو مش يعني ان انا جاي وقلع كرة واختر ادرب كرة القدم لا موضوع علمي برضو كرة القدم دراسة علم ودراسة وفلسفة اي نعم لان الله يسلمك انت الحين مثلا كمدرب كرة قدم اوكي اشلون هتيجي مثلا تجيب لاعب برعم هتعطيه مثلا على الاقل اتناشر حركة اللي هيتمه معا من البراعم للفلسطة طيب ما بين مثلا سيزر وودل وماتيس وريفلين وستيب اوفر وكيفين خارجي كيفين داخلي في سحم القلب سحم الامام المهارات دي يات اوكي مثلا شلون هيمشي بالكرة بالقدم الخارجي بالقدم الداخلي بالبطن القدم شلون هيمشي بس فكل دي بارك الله فيك لازم تعطي اللاعب وضعه التشريحي في الملعب من خلال الباص او التصويب او الكروس او دربة الجزاء فاهمني فكل حاجة لها وضع تشريحي بارك الله فيك لللاعب وهو بيصوب او بيلعب او بيراوغ لو انت كمدرب مبعارف كل ده ودرسه علميا مش هتقدر توصله للبرعم وتنزل لعقليته وهو يتقبلها وترتفع بعقليته تبقى المهارة ايه نعم وعندنا يمكن مثلا انا بقول اكفى مدربين براعم في مصر موجدين حاليا الكابتن علي خليل الله يمسي بالفخير ويعطي العافية في نادي الزمالك والكابتن مجدي سالم مجدي سالم ده برضو مسك مصر برضو في الزمالك والكابتن علي خليل كان في قطر وكان في الامارات والكابتن مجدي سالم كان في الليكويت طيب والحمد لله لان هم رجعوا مصر حاليا وبيشتغلوا في نادي الزمالك على اعلى مستوى من العلم بارك الله فيك في تطوير كرة القدم للبرعم فاحنا نتمنى نشوف الأندية المصرية بالكامل يكون فيه خبراء براعم وليس هاوي وليس مدرس تربية رياضية أو لعب كرة قدم نجم واعتزل يمسك براعم لا فاللي بيشتغل في البراعم ده بارك الله فيك دي منظومة بروحها تماما تختلف عن فئة الأشبال والناشئين والأمل والدرجة الأولى ايه رأيك في نادي بيرميز يعني نادي بيرميز دخل على القرى المصرية هل رأيك الفكرة دي نجاحها أمانية الفكرة دي دخلت مصر بس علت من سعر اللعب يعني سمينا على اللعبها بقيت بربعين مليون ومئة مليون كان أقصى حاجة لعب خمسة مليون تاتة مليون ايه طبعا أنا بقدر أقول يعني نادي بيرميز هو سلاح زحدنا طيب ازاي اه جبنا نادي بيرميز اه اوكي أسسنا أنشأنا تمام بدأنا نستقطب أفضل لاعبين في مصر اوكي ارتفع أسعارهم طيب فلما اللاعب يرتفع سعره اه مثلا يعني أسعار مهولة طيب غير المتوقعة او غير اللي كان بياخده فينا دي فأنشأ نوع اه بارك الله فيك من عدم الانتباء للنادية طيب عمل الانتباء وغلى اللاعب المصر ما هذا الاندية اللي هي زي مثلا طنطة المحل الاندية اللي هي طه هذا دي مش هتعرف تعيش في وسط هزي الأسعار يعني طيب من هذا اللاعب عايز مئة مليون وأرقام صعبة جدا 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 يعني مثلا ما تعطي الأرقام الفلكية دي تفهمين فأصبح اللاعب ما عندهوش انتماء للنادي اللي تأسس وتربى فيه داك وشوف نفر مدان الصبح ما دي للأسف وإحمد فاتحي ما أنا جل لك فاتحي بقى فكري الحين هاخد كام وليس هنتم المين داك فاحنا للأسف مش عايزين بالزيادة على كده انه هو خلى خلى اللاعب زابط ما أنت لما تزود في سعر اللاعب اللاعب دايما هيفضل بقى منظوره فقط مادي وليس أعطاءه في الملعب لنادي أو للمنتخب أو بارك الله فيك لتشرت اللي بيرتديه طيب لا أنا هاخد كامل بقى اللي يدفع أكثر اسمح لي يا بيت كده ليه فقط لا لا الصدير يعدة بارك الله فيك وأخلاقيات من زين أبغي أستفيد مديا ولكن بارك الله فيك شلون انتمائي كل النادي داك أنا الحين مثلا لما يكون عندي لاعب برعوم طيب أقول له حبيبي مثلا بارك الله فيك أنا أبغيك مثلا تكون مثلا مثل النجم مثلا كابتن الخطيب شوف مثلا كابتن الخطيب يتأسس في نادي الأهلي طبعا قبلي كان في نادي النصر كابتن الخطيب وقب نادي النصر لن الأهلي انزل شوف مثلا كابتن الخطيب شوف كابتن حسن شحاتة شوف شوف فهمني فبعطيه الله يسلمك نمازج حية قدامه شايفها أنا مش عايز أقول لللاعب العربي أو اللاعب المصري شوف ميسي شوف رونالدو شوف لا أنا أشوف بارك الله فيك ولد بلدك عشان يتأثر فيه طيب ويتأثر به طيب تتأثر بعمل اللغة بالمهارة بالإسلوب بالكلام بالصلاة طيب مهانة اللاعب بارك الله فيك لو اتأسس على تقوى وشرع من الله هيعطيك في الملعب السنة هنا يعني برضو هي البكارة يعني اللي بدفع أكتر يعني من أنصح ما هو اتربى في الناد الأهل ومناشين الناد الأهل وراح احنا مش عايزين نوصل لها المرحلة طيب يعني احنا مش عايزين نوصل لها المرحلة وممكن مثلا هجولك ممكن تكون فيه دخليات ما بين رمضان صبحي وإدارة الناد الأهلي يعني احنا ما نعلمها عرفت شلون؟ آه فمسلا شي السبب اللي خلاها راح برامز ما احنا مثلا مش هنقدر نكون كلنا متحاملين على اللاعب لا ماديا خلق ترك الناد الأهلي لا مايمكن فيه كون دخليات ما بين اللاعب والإدارة نفسها احنا ما نعرفها أو للحين ما تصرح فيها لماذا لم يرجع هدر في هد يعني يرجعش انجلترا ليش مانا راح برمز الحاجات ليش بيد اللاعب فاهمني ان انا ارجع ما هو لسه كان عليهم معاهم لسه ما هو اي نعم ماشي الحال بس بارك الله فيك مش اللاعب اختياره لا لانه فيه إدارات فيه لجنة فنية الله يسلمك فيه مدرب اوكي فيه إدارة فكل واحد بينظر ده يصلح عندي في الفترة هادي او لا انا مثلا عندي مركز فادي هل اللاعب ده هيغطي المركز اللي عندي دوت هيطبق لي الخطة اللي انا ابغيها منه اوكي المهارة المطلوبة منه هيطبقها لي في المركز فاهمني شلون فمو بأي واحد اييدا هاي شكل يعني في النهاية شي برمز مفيد الكرة المصرية ولا مش مفيد لا هو فاد ودار الاثنين والاكثر طيب النمط الغالب المفيد ولا الضار يعني هو نقدر نقول ضار اكثر ضار اكثر اه ليش انت اول شي مثلا خدت افضل لاعبين في مصر عرفت شلون يعني مثلا كان عندنا مثلا نقدر نقول القلب النابض للنادي الاهلي كابتن عبدالله السعيد اوكي اخذته من النادي الاهلي رح برمز اوكي مركز بارك الله فيك البلاي ميكر انا مثلا انا من وجهة نظري يعتبر افضل لاعب خط وسط في مصر حاليا في 10 سنين وقت الله يرحم والدك كابتن عبدالله السعيد طيب بوجهه الالف تحية وتقدير وان شاء الله ربي يتم مستوى سابت بهذه الطريقة ان شاء الله والله يكفيه شر الاصابات ان شاء الله كابتن عبدالله السعيد انا من وجهة نظري لاعب توفرت فيه كل صفات لاعب كرة القدم داكي من خلال بارك الله فيك التصويب على المرمى متحرك وثابت اوكي الرسالة اللي توجهها للشعب والجمهور المصري قبل النهاية بتعوضة افريقية للأهل والزمالك طبعا انا بوجه للجمهور طيب والادارات كمان طيب ان انتوا حاولوا انشرو ثقافة الوعي الثقافي الرياضي عشان نتفرج على مباراة تسمو بالمهارات طيب والخطط والجمل المركبة اللي انا كمشاهد استمتع انا محتاج استمتع تمام وبقى فاول روح الرياضية دا المطلوب دا المطلوب تمام شكرا لك حبيبي الله يكزي الخير المشاهدين الكرام انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم السابعة ومساء كل يوم سلساء الساعة السابعة